اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة برمجة المواقع العليكترونية ابتدينا بتنسيقات CSS في المحاضرة السابقة وشرحنا الستاندرد CSS اللي هو التنسيقات الافتراضية وتعلمنا موضوع Direction اللي هو اتجاه الموقع او اتجاه الصفحة في هذه المحاضرة راح نتعلم بعض التنسيقات الجديدة مثل Background Color والColor والText Align وبعض الامور اللي ممكن نستفاد من عدها في تنسيق العناصر ممكن نلغي Color من التنسيقات الافتراضية ونخلي Direction فقط واذا احتاجه نفت شيء جديد ممكن نضيفه لاحقا طيب عدنا هنا ديف هذا الديف يتكون من ثلاث عناصر وعدنا هنا عنوانين H1 راح نحذفهم طبعا هذا الديف مطي Direction طبعا راح نحذف Direction وممكن نعرب العناوين العناوين ممكن هنانا يكون مثلا ممكن هنانا يكون مثلا بهاء وهنانا ممكن يكون عالم بهاء الاحترافين وايضا هنانا مثلا عالم بهاء Control S ونجري عملية الرفرش نلاحظ انه كل شيء اصبح عارضي طيب احنا منطين هنا فونت سايز راح نلغي الفونت سايز راح نخلي الافتراضي هو يكون حجم العناصر من ضمن الامور اللي راح نتعلمها باسي اس اس اللي هي الويت والهايت طبعا الويت اللي هو العرض والهاي اللي هو الارتفاع لو اجينا اختارينا مثلا ويت مثلا خلي نقول 500 بيكسل ومثلا هايت اللي هو مثلا 300 بيكسل لو اجينا حفظنا راح نلاحظ انه اه ما راح يتغير شيء لان اه ما عدنا لون هذه العناصر عبارة عن عناصر شفافة عبارة عن عناصر شفافة لا تحتوي على لون فبالتالي ما نقدر نقيس الدف او ممكن هذه العناصر اللي هنه لون هنه ابيض والباكراوند لون ابيض فما راح نلاحظ اي تغير لو اجينا هنا انا اضفنا 500 بيكسل وارتفاعه 300 بيكسل لو ما عدنا ويت وهايت في التنسيقات راح نلاحظ انه الموقع راح ياخذ العرض الافتراضي للشاشة والارتفاع اللي هو ارتفاع العناصر الافتراضي يعني العناصر لو كانت تصل الى هذه المنطقة راح يكون الى هذه المنطقة ارتفاع الدف وعرض الشاشة الكلي اللي هو راح يكون العرض طبعا ممكن نرجعهم وممكن 500 تكون 1200 فاذا تعلمنا العرض والارتفاع وتعلمنا اللي هو الباكراوند الكولر اللي هو لون العناصر يعني مثلا راح نختار هذا اللون اللي هو العناصر وطبعا هنا راح نختار لون مثلا الخلفية كونترول اس هذا نجد اللي هنانا راح نلاحظ انه اللون الاصفر هو لون الخلفية ويسمى باكراوند كولر اما اللون البنفسجي الفاتح اللي هو يسمى الكولر اللي هو لون العناصر طيب ممكن نختار لون مثلا فاتح مثلا بهذا اللون اللي هو اللون مثلا الرصاصي ممتاز او مثلا نختار لون صارخ مثلا وهنانا مثلا نختار لون فاتح كونترول اس لاحظ انه اصبح عدنا بهذا الشكل طيب فاذا احنا تعلمنا الـ background color وتعلمنا الـ color بعد عدنا فاتشي اسمه text align text align اللي هو المحاذات ورح نختار مثلا center اذا تلاحظون انه اصبحت العناصر بالمنتصر طبعا عدنا center وعدنا right وعدنا left كما تم شرحها في المحاذرات السابقة نرجع نرجع كونترول اس ورح نرجع حين باليمين عدنا فاتشي مهم كلش اللي هو البادينغ والمارجن المارجن اللي هو الهوامش الخارجية البادينغ اللي هو الهوامش الداخلية طيب لو اجينا اختارينا مثلا مارجن خمسين مثلا بيكسل ونجري رفرش لاحظ انه هذا العنصر رح ياخذ هوامش من الخارج بمسافة خمسين بيكسل طبعا هذه المسافة خمسين بيكسل وهذه المسافة خمسين بيكسل فاذا المساحة الخارجية الفائضة اللي هي تسمى الهامش واللي هي اسمها مارجن اما البادينغ اللي هو مثلا بادينغ خمسين بيكسل البادينغ اللي هو المساحة الداخلية لو نجري نرفرش لاحظ انه هنانا عدنا مساحة داخلية يعني هنانا عدنا مساحة فائضة وهنانا عدنا مساحة فائضة هذه المساحة الفائضة الخارجية تسمى مارجن وهذه المساحة الفائضة اللي هي بالداخل تسمى بادينغ طيب فهنا راح نخلي مثلا هذه خمسين ممكن نخليها مثلا سبعين والبادينغ راح نخلي مثلا عشرة بيكسل نلاحظ ممتاز نلاحظ ان هذا الدف أصبح جيد ممكن تكون عشرين ممتاز عرفنا المارجن عرفنا البادينغ طبعا المارجن بيها أربعة أنواع مارجن توب وبوتوم ورايت وليفت يعني مارجن علوي وسفلي ويمين ويسار بنفس الشيء عندنا البادينغ يعني أنا مثلا أريد هذه العناصر مثلا أحب أدنيها فقط من اليمين ما أحتاج من اليسار وما أحتاج بالأسفل فقط أحتاج من اليمين فأجي هنا مارجن أضيف شارحة وأكتب مثلا رايت راح ألاحظ أنه فقط من اليمين راح يصير عدي مارجن اللي هو الهامش أو مثلا أحتاج مارجن من اليمين ومن الأعلى فأجي هنا بالأسفل أكتب مارجن مثلا أنزل أكتب مارجن توب أيضا سبعين بيكسل أو مثلا أريد من اليمين خمسين ومن الأعلى سبعين فمارجن رايت راح يكون خمسين ومارجن توب راح يكون سبعين وطبعا أقدر أضيف بقية الهوامش اللي هنا الليفت والبوتوم بنفس الطريقة إذا أجي هنا أساوي رفل راح ألاحظ راح يأخذ المارجن منها الصفحة ومنها الصفحة ومنها ما راح يأخذ أي مارجن بنفس الشيء البادنغ ممكن أخلي بادنغ رايت وبادنغ توب فقط فنجي هنا نقول بادنغ رايت عشرين أو مثلا ممكن يكون عشرة أو خمسة عشر وطبعا بادنغ اللي هو راح يكون بي الأعلى توب راح يكون مثلا عشرين أو مثلا يكون خمسين بي أكس جيد مثل ما نلاحظ أنه أصبح عندنا هذا البادنغ ممتاز عندنا موضوع مهم أيضا اللي هو البوردر البوردر اللي هو الإطار طيب ما هو البوردر البوردر هو الإطار ناخذ مثال عندنا هنا بوردر نكتب بوردر طبعا أول شي يطلب من عدي اللون طبعا البوردر يطلب ثلاثة أشياء أول شي اللي هو لون الإطار مثلا راح نختار لون مثلا ممكن نختار لون أسود طبعا في حاله ما وجدنا اللون الأسود ممكن نكتب الشفرة مالتة طبعا حتى نكتب شفرة اللون نجي نضغط هاشتاغ ونكتب شفرة اللون اللون الأسود اللي هو ثلاثة صفر هذا هو اللون الأسود كونترول اس وبعد قبل من يعني قبل من شاهد الإطار يطلب من عدنا بعد شي أين أول شي اللي هو نوع الإطار نوع الإطار اللي هو إطار صالد أو صالد أو إطار دوش اللي هو منقط يعني شنو صالد يعني شنو داش إذا نجي اللي هنا ببرنامج وورد إذا أجي هنا أضيف من قائمة إدراج نضيف مثلا شكل طبعا هذا الشكل لو رحنا على تنسيق على المخطط التفصيلي على شرط لدينا هنا الإطار طبعا ممكن خلينا نضيف أحمر لدينا هنا الإطار اللي هو من شرط هذا اللي هو الإطار المستمر يسمى صولد ممكن نكبر شوية صفحة لدينا هنا الإطار المنقط هذا يسمى دوش أي يعني خط منقط عندنا إطار آخر اللي هو يسمى سنتر لين هذا سنتر لين طبعا المهندسين يعرفوه اللي هو خط ونقطة ويرمز إلى الإصطوانة أو الدائرة طيب فإذن يحتاج نوع الإطار يحتاج أولا لون الإطار ومن ثم نوع الإطار في الغالب يكون صولد وبعد يحتاج سمك الإطار رح ننطي مثلا ثلاثة بي اكس بعد عندنا هنا لون الإطار وهن نوع الإطار وطبعا سمك الإطار طيب نجي كونترول S ونجي اللي هنا نسو رفرش نلاحظ أنه صار عندنا إطار بهذا الشكل طيب حتى نميز الإطار ممكن نلغي الباق جراوند هذه الباق جراوند أو ممكن الباق جراوند نخليها بلون أبيض خلينا نتعلم شفرة اللون الأبيض شفرة اللون الأبيض اللي هي هاشتاغ وثلاثة F طبعا هذه شفرة اللون الأبيض يعني الأسود ثلاثة صفر والأبيض ثلاثة F طيب ممكن نجي هنا نجري رفرش راح نلاحظ أنه أصبح هذا الإطار طيب ممكن أنا أتراجع عن اللون أو ممكن أخليه أيضا البوردر بأربعة أنواع بوردر لفت ورايت وتوب وبوتون يعني ممكن هذا البوردر يكون من الأسفل فقط فنجي هنا نكتب bottom راح يكون فقط من الأسفل مثل ما نلاحظ فقط من الأسفل ممكن أحتاج من الأسفل ومن الأعلى ما أحتاج من اليمين ومن اليسار ممكن نجي هنا ناخذ هذا copy وننزل هنا بالأسفل و control B وممكن bottom تكون top control S راح لاحظ أنه عدي من الأعلى ومن الأسفل وهكذا طبعا هذا هو جزء الأول من التنسيقات CSS نتمنى أن المحاضرة تكون واضحة وبسيطة نلتقيكم في المحاضرة القادمة بإذنه تعالى ترجمة نانسيقات